وكما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء والصبر جاء في تسعين موضع في القرآن الكريم آيات تتحدث عن الصبر منها قول الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الذي يوفي الصابرين ثوابهم الله جل وعلا الصبر مثل اسمه مر مذاقه لكن عقباه أحلى من العسل يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء يضيء لك الطريق في الدنيا ويضيء لك القبر ويضيء لك أثناء المرور على الصراط ويضيء لك يوم الموقف العظيم حتى تدخل الجنة ببركة الصبر قال جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله معهم ويحبهم ويواليهم بمدده وعطائه ويعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له إن شكرت ربك على الصراء زادك الله لإن شكرتم لأزيدنكم وإن صبرت في الضراء وعند البأس وعند البلاء لهو خير لك يعطيك الله عطاء الصابرين يجزل لك العطاء والمثوبة سبحانه وتعالى اسمع قول الله جل وعلا في القرآن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين البلاء يكون أحيانا في النفس يصاب الإنسان بالمرض فيصبر يكون البلاء أحيانا في الولد بفقد ولد أو بفقد ابن أو بنت يكون البلاء أحيانا في المال بفقد المال أو بضياعه أو بحصول كارثة أو مصيبة فيه يبلونك الله جل وعلا ويرى هل تصبر أم تضجر الصبر أم الضجر الرضا بقضاء الله أم الجزع والسخط ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات اسمع وبشر الصابرين منهم الصابرين يا رب الذين إذا أصابتهم مصيبة في نفسه في ولده في ماله في أهله في أقارب في أي شيء قالوا عند المصيبة وفي الفور إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يقولون هذه الكلمة بقلوبهم قبل ألسنتهم إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صلوات الله ورحمات الله وهداية الله لعبده الصابر الذي صبر